السلام عليكم وحامة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ديديو سامدي هالنهار نشاء الله سنقدم واحد الموضوع خاص بالأرانب يعني تقريم دي الأظافر ديالهم يعني وش ضروري ولله أول حاجة وهو أن أي التهاب كيكون في الأرانب كيف مكان نوع دياله يعني بالنسبة للتهاب العرقوب ديك الجروح اللي كتجيهم على مستوى الأرجل الخلفية بالنسبة للناس اللي كي هزو الأرانب ديالهم من هاد الودينات يعني كي هادك القريوشات ديال الودينات ديالهم كي تهرسوا كي يبقوا يعطيهم واحد نوع ديال الحمى كين الأرانب اللي كي يضربوا بعضياتهم كي يكون عندهم واحد جرح قاعد الالتهابات كي مكان نوع ديالها مثلا كسور إذا لشي أرنب كان مكسور من الأرجل دياله أو لا أي حاجة بالنسبة للأمهات أو الظكور أو الصغار فيها الالتهابات كونوا متأكدين أنه كي يكون عندهم واحد نوع من الحمى كي يكونوا ديمة ما مهتميش بالصحة ديالهم كي يكونوا ما كي يكلوش مزيان ما كي كبروش الأمهات ما كي يهتموش بالصغار ديالهم منضم هذا الحويج هادو هذا الحويج إحنا اللي كنشوفوهم يعني بعينينا يعني بينه أنه النبكي على رجمتانا كتقول بيالي راه الرجل دياله راه منضيقة كي ينعو تاني نقولو بالنسبة للصغار كي يكونوا مفلوس في واحد الجيهة كتقول بيالي هذا رفي شي حاجة كتقات تقلب إما كتلقى فيه واحد شي جرحى أو ضربوا بعضياتهم الصغار أو بزاف ديال الحويج منضم هذا الحويج اللي إحنا ما كنشوفوهاش وهو يعني الأضافر الأضافر ديال الألانيب كونوا متأكدين أنهم كي يكبروا بواحد صفة منتظمة هادشي الناس اللي عندهم يعني كي ينفرق ما في الناس اللي عندهم التربية الأرضية والتربية على السلك يعني على على الأقفاص كونوا متأكدين أن لا الأرنب ولا الأرنب يعني لا الدكار ولا الأنثاك يكون عندهم واحد المشكي ديال هاد القادية ديال الدفار مني كتش قلبوا يعني لدفار ديالهم ما كتلقاش الدفار يعني آآ لاصق بواحد طريقة يعني 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 نقولو ملتاهب كتلقاه الدفار دياله غيم حطوت ناك نقول الدفار غيم حطوت إلا كان الدفار دياله غيم حطوت كونوا متأكدين أنه راه كيعاني من من يعني التهاب على مستوى الجهة نابت فيها الدفار سمو كيوقع كيفاش كيكون الدفار كيطوال نحن ما كنديروش تقليم دياله سمو كيوقع مني كيبغي يتلع فوق النتوى مثلا الدكر يعني البالغ مني كيبغي يتلع فوق النتوى كي يلسق الرجلية كيلسقها هكا في 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 الكاج هكا لأن الكاج كيكون هاد جهة هنا يراها واسعة ما بين ما بين السلك والسلك ولكن يلاحظوا هنا يا شوفوا السلك ما بين السلك والسلك رهاها صغيرة شوفوا الأضافر دياله هنا اسمو كيوقع كي هو كي يخرط هكا ما كيعرفش لأنه مجرد حيوان إني ما غديش يحط رجلو هادية هزة في واحد الوقت لأنه كيكون تابع النتوى كي يتبعها كي يخرط بالذفار دياله إلا كانوا الدفار دياله طوال كيكونوا دينين بحيشكل شكل ديال العكاز هكا انتم إلا لحظوا معي شوفوا الدفار دياله عاد قلمتهم له رائع دبار رائع مزيان يعني منك يحط رجله هكا يحط رجله على القافص تحس بالدفر ما يضورش الموسكي منك يكون الدفر هو يحط رجله هكا و الدفر دياله يقول يحل العكاز يقول هكا و يضور على القافص لكن منك يحيد رجله هكا يكون تابع النسوة مثلا يعني ما يدهش في رجله يقول يقول لي عندك البلايس في النابتين الأدفار يقول لي ملتاهبين و كتحس به ديما مقار مصمم ما مبقاش مزيان كتقول ما عرض مالو وهو راه فيه نوع من الحمى يعني أي حاجة في أي التهاب في الجسم كيكون إما الجسم الإنسان ولا الجسم الحيوان ديما كيكون عنده أضرار اسمه هما الأضرار وهو نوع من الحمى عنده أن شيء واحد الله قدر الله إلا كان فيه شيء جرحة هذه الجرحة اسمه كتدير كتعطيه واحد لولسيسة لواحد جهة أخرى اسمه هذيك يعني الجسم بدك يحارب و باش يحيد هذيك الأضرار اللي فيه كيبدأ يطلع درجة الحرارة عندك يطلع بدرجة الحرارة هذيك راه عبارة عن حمى احنا كنقولوا بلا رفين السخانة و ما عارفين ش منه و هيك تكون مثلا واحد صبع مجروح واحد مثلا كدامة احنا كنقولوا مثلا مفدوع مثلا لا يحفظ كذلك الحيوانات لم شتكنوا فيهم واحد الالتهابات احنا ما كنشوفوهاش لانه دبانت هو يتحرك بسهولة لانه نقلم الأضفار دياله لانه نقسذ هذا السلك يدخل الدفر هكا ويحصل هو مني يريد أن يحيد رجله ذلك البلاصة في نابة الأرنب في نابة الدفر كتولي مرهدة يعني احنا نقوله سلسافي كتولي تقريبا هو مجروح ولا مهرس ومحتوط سماية هذا الدفر إذا راقبوا هذه القادية الناس الذين كدروا التربية الأرنب أنا كنحاول لما نجيب لكم أفكار جديدة إنها فكرة رما ما ديراش ما نبدأ ولاش ولكن كنحاول أن أي مجهود درتوا في التربية ديالي كنحاول أنني نوصلوا لكم هي أفكار بسيطة ولكن في نص الوقت ما لا أننا ما نديروهاش ونحميوا الأرنب ديالنا يكونوا مزيانين مثلا نقوله الأنثى ديال الأرنبي لمشات حتى كانت عند التهاب في الدفر ديالها ركتكون عندها وحل النوع ديال الحمى ما كتقاش هسم بالصغار ديالها كنت لما فهمتش هاد هاد المرحلة اللي داتت فيها هي كتطر أنك تقول الصافي هادي ما كتهسمش بالصغار ديالها كتطر أنك تخلص منها وهي يكون غي شفتي الدفار ديالها وقلمتيهم مرة مرة واعتنيتي بها ما غادي تقولي كتعتني بالصغار ديالها إذا وهد شي كنت طابقته على الصغار يعني الصغار ساو مما كيبقوا شي يكلوا لكن فيهم شي التهاب مهم راقبوا الأرنبي ديالكم من ناحية الدفار ديالهم إذا حلقة بسيطة ولكن راها مهمة حاولوا أنكم تضيروها في ذهن ديالكم يعني تزيدوها في تربية ديال الأرنبي كنشكركم على التعليقات الطيبة ديالكم الناس لا تشاركوش معنا قناة جميلة حاولوا أنكم تدخلوا الفيديويات وتدخلوا القناة وتشوفوا الفيديو يعني شي حاجة تعليمية إن شاء الله شاركوا معنا الناس اللي عاد جداد تكيوه على زر جام باش تستندونا وتكيوه على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا